هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهيسن بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار بأول حلقة من الـ 2023 سوا منتأهل بنصفة التانية ببودكاست أول شي بونسوار هايسن هابي نيو يير ببداية هالسنة عبالي بس بلش بإني إليك الحب هو إنك تضحي وجروح اللي بتحب وتمحي أكبر غلطة بهيدا الدنيا قدام الحب صغيرة وقدام حب لألك يا غنو يا حفيفتي كل شي صغير كله 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 يعني أكبر شي بخجل أمام كلامك هايسن صراحة وقدام ده فاكت إنك بتوعيني قبل الضوء لنسجل حلقة بعد بعد يعني هالحب هيك قدي حلو قدي قدي صباحي حبنا يعني أنت حبك عذاب يا ما تحملته يعني أنت غرامك تنطرني للخميس الصبح لنسجل لأنه عن جد أنت يعني هيك لا عن جد هلأ هلأ قبل ما نبلش بحلقتنا لليوم بدي أول شي بونسوار بونجور وإن شاء الله يا رب بتكون هيك السنة حاملة معها كل شي حلو هيدي أول حلقة بالألفين وثلاثة وعشرين ولأنه أول حلقة بالألفين وثلاثة وعشرين وقبل ما نبلش بموضوعنا اللي أنا شخصيا بعدني ما بعرف لها اللحظة ما سمعت غنيت إليسة بعد صح؟ مبارح قبل ما نمقريت إنه نزلت الشارة للمسلسل الجديد وقلت إنه بكرة الصبح بدي أسمعها أنا وراحها على السبار وبعد ما سمعت لها اللحظة ما بعرف عندك سبار اليوم؟ عندك سبار اليوم وكل يوم ما بعرف إذا أنا عنيت لي الغنية أكتر من اللازم أو هي الغنية هالقد حلوة بس الغنية سوبر 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 حلوة بس بدي أقلك جملة منها جملة كتير حلوة كتير عنيت لي أنا شخصيا وبهديك إياها مع بداية هالسنة وبهديها لكل الناس مع بداية هالسنة الجملة بتقول لما المصايب يكتروا ببينوا المعادن من حدك لفترة ومين للآخر بضاين ما تتاخد بالعواطف صدقني لحب مواقف من غيرك الهوى بيزعجني منك بتحمى العواصف كتير قوي قدي حلو لما قال إنه ما تتاخد بالعواطف صدقني لحب مواقف يا جماعة أوكي حلو الحب حلو هيدا الشي اللي بنحسه كتير حلو كل شي بس انطروا مواقف من الناس يا جماعة بهالسنة ومواقف لوحدة هي اللغة طبع الحب هي الحب يعني أنا بغير يعني الكلمات وهيدا الحكة اللي عم تحكيه خاصوا شوي بأحد مواضيع حلقة اليوم رح يكون عنا هايسا متل ما قالكن هو ما بيعرف شي عن مواضيع حلقة اليوم أنا حبيت فاجئه هيك بأول السنة قلت له يلا طلع لنسجل قال لي عن شو قلت له رح تكتشف بالبودكاست رح تنقى رقم بين واحد وثلاثة وهو الموضوع بطبيعة الحال يلي رح نبلش فيه بس انه فيني يكون عم نقى حيال الرقم تتنقى حيال الموضوع يعني ما رح عارف اياه واحد علياتني انه فيك تكذبي صلاح صح بس انه هاي اللعبة اوكي بنقى الرقم ثلاثة لأنه السنة الفين وثلاثة وعشرة اوكي رقم ثلاثة عن جد هو مضبوط رقم ثلاثة عندي ما غيرته هل هيسم بالنسبة لك لازم فعلا يكون عنا resolutions للسنة يعني هل منيح انه نحن باول السنة او باخر السنة قبل ما تخلص نقول انه مثلا بالالفين وثلاثة وعشرين بدي وبيدي 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 او احسن نتركها هيك يعني على الله متل ما بيقولوا انه نتركها للقدر نتركها ل انه شو شو بديو يصير معنا not to expect هل منيح انه يكون عنا resolutions مش انه منكون عم نزيد stress وpressure على حياتنا نوعا ما شوفي انا قلت بحلقة مذكرة لما عملنا امر وطلعنا على الامر قصدي طلعت لوحدة على الامر انتي ما طلعتي معي قلتلي resolutions تبع السنة الجديدة او اصلا احتفال السنة الجديدة بعتقد هو يعني عمل بشري بحث او انساني بحث عملناه لحتى هيك نروي حالنا شوي بالعكس مش لحتى نزيد stress حالنا لحتى نحس انه كل سنة في عنا صفحة جديدة فينا نفتحها او في عنا اذا بديك فرصة جديدة فينا نفوت فيها يمكن لو ما في رأس السنة يعني تعي تخيلي هلأ ما في رأس السنة او ما في هيدا انه شو resolutions تبعكم كنا صار لنا من انا شخصية من 1992 وانتي كمان يمكن بعدنا على نفس هلأ مش انه بعدنا على نفس الاحلام بس انه بعدنا ما املنا هيدا هيك ال refresh او كل سنة قلنا انه لأ السنة بدي اعمل كذا يعني هيدا resolutions انا برأيي مهم لسبب يمكن ما منحقق و3-4 انا ما منعمل منهم شي يعني بس انه مهم بفكرة انك تعملي organizing او تنظم طموحاتك او احلامك وتحس انه انا هلأ بدي اعمل هيدا او انا هيدا الفوكس تبعي واذا بتطلع على طموحاتك واحلامك انت غنوة بتلاحظ انه بال2010 وين كانوا او شو كانوا واليوم هني شو فبتحس انت لما تطلع على resolutions انك عم تطور بالحياة وهيدا المهم بس هل ترى هل تقدم اللي نحنا عم بيصير معنا بحياتنا هل هو بسبب resolutions او هل هو بسبب مثابرة نحنا عم نقوم فيها بحياتنا اكيد مثابرة لا انا مش عم قللك انه هني الاساس انا عم قللك هني اذا بدك هايك الدليل الحسي تبعك انت لترتاحي نفسيا وتشوفيهم بس هني لا اكيد هني مثابرة وهني هني شي طبيعي الانسان بطبيعة ورح يعملون يعني بلا ما يقولون رح يعملون بس منحطهم او اذا بدك هايك منحطهم كل سنة ك resolutions لحتى نشوفهم قدامنا ولحتى نحس انه في عنا غاية اذا بدك بالسنة اللي جاي او بال365 يوم اللي جاي انا على انستغرام باخر صورة نزلتها كتبت يعني ما في توقعات ما في شو بالعرب ووعود ما في وعود وما في resolutions ما بعرف انا ليه فتت بال2023 مقررة ما حدد اهداف ما حدد كيف بدي عيش ال2023 كتير حاب عيشها يوم بيوم عبالي هي تفجئني عبالي انا كمان بنفس الوقت تفجئة عبالي انا كون عم I'm challenging myself بهيد السنة ما بدي كنت تحط resolutions او قول انه بدي شيل هيدا الانسان من حياتي او 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 تركتها عن جد للقصص اللي رح تصير معي تركتها عن جد تفجئني وانتبحت انه resolutions ايام كتير بتلعب ضدنا بتصير انه كل هدفك بخلال السنة انك تحقق resolutions تبعك ويمكن توصل لاخر السنة مش محققة فبالتالي شوي هيك بتحبتك هلأ قبل ما فوت بالعمق طبع جوابك اكتشفت شغلي انا هلأ فتت لعندك على انستجرام اكتشفت انه انت من الناس ياللي انا ما بقريلون الكابشنز بشوف الصورة وهالشي ما بعرف اذا ايجابي او سلبي بس انه انا من الناس هل هل اصدك انه صورتي هالقد بتكون اخدتلك عقلك فبالتالي ما بتعود منتبه للكابشن هالقد حتى بتنسيني الحرف لا لا انا من الناس اللي مثلا الغنية اول شي بيسبعه هو الكلمة مش اللحن او الصوت الصورة على انستجرام اول شي بعمله هو بقرأ الكابشن بعدين بتمعن بالصورة انت لاحظت انه هلأ عم بتحكي فكرت مأثر معك متوخزيني مش عاملك لايك او شي بس انه طلعت انه مبلغ بس مش مش مهم الفكرة اللي عم تقوليها مية بالمية صح وبتشبه الفكرة اللي انا عم قولها يعني فيك ما يكون عندك ريزولوشنز مكتوبة يعني ما تقولي او مش مكتوبة يعني مكتوبة براسك يعني ما تقولي انا السنة بدي اعمل كذا بس انه اذا انتهي جواتك رح تكوني عم تسعي انك تعمليه حتى لو بلا ما تنتبهي فبرجع بقلك ريزولوشنز بدنا بالحياة وبرجع بقلك انا بالالفان وعشرة هلأ اذا بونجور كيف يكونوا هابي نيوير الفان وعشرة رح تكون عم قلك انه انا ريزولوشنز سبعي بالحياة انه خلص جامعة انه لاقي شغل انه ما بعرف انه يبلش حق احلامي وطموحي بس بالالفان وخمسطعش كان هدفي انه الحمد لله خلصت جامعة ريزولوشنز سبعي هي انه لاقي شغل احسن لاني عندي شغل بس انه مش كتير هيجبني اني فهمت قصدي يعني فهمت عليك بس تطلع فيهم لورا بتحس انه ريزولوشنز تبعنا اليوم حتى لو ما عملناهم السنة كتير منيح معلاش نعملهم السنة اللي جاي بس انه نسبة من اربع سنين او خمس سنين انما اذا بدك عم عم نمشي صوبوا الاول ايه تراكمة عم بتصير التحقيقهم يعني عم نحقيقهم شوي شوي فمش دروري تحطوا لحالكم انه عندي سنة يعني انتو مش ميشال حايق ولا ليلة عبداللطيف يعني مش مضطرين تقولوا انه هايدي الشي لازم يصير بسنة لا انه عملوا بخمس سنين ماشي الحال يعني بس قولوا انه بدنا نعملون وسعوء انكم تعملون هيدا الاهم وغنوة ما عنده expectations للسنة انا عندي كتير expectations للسنة انا بالعكس يعني انا ما حطيت post بس انه انا باعتباري انه هيدا السنة فيت علي يا قاتليا ما اتولي يعني بتخلص السنة يا هايسم محقق على القليلة up to 70% من شو بي فيه براسه يا اما معلاش خليها تخلص السنة بلا هايسم يعني يا انا يا هي خلينا نشوف شو بده يصير ايه هيدا رح يحط عليك نوع من من pressure بس اي هوب انه ويل انت عم تسعى لتحقق هيدا الشي تكون كمان عم تنتبه لصحتك النفسية وعم تنتبه لانك تعيش اكيد لا لا اكيد تعيش هيدا كلمة كتير اساسية انه ما تنهي حياتك كرميل تحقق هالاهداف يعني خليك انت مبسوط عم تسعى لهم مش تنهي حياتك يعني كرميل هيدا الشي لا هي سخرية القدر عزيزتي انه انا اهم اهداف هي اني عيش لا يعني هي واحدة من اهداف هي اني استمتع بالحياة اكتر انا وعم حقق طموحي يعني ما يكون عم يخدني هيدا الشي فهيدا الشي صح بس قلتي شغلي عبلة اسألك سوري بالك بتمنى لك كمان انا بالشخصيا انه انا بتمنى لك بالالفين وثلاثة وعشرين تكون اجتماعي اكتر وصير شوفك اكتر خارج نطاق البودكاست وبالتالي نصير نلتاقى اكتر تصير لما قللك تجي تجي مش انه تعملي اعزال لا انا مشكل حدا بيقول لي يجي بيجي ما بحب مش حيال لحدا يقولك تجي تجي انيوي ما رح رد عليك بخصوص هذا الموضوع ذكرتي شي عبالي اسألك عنه قلت يا الله يا الله شو قلت كيف نقطة كتير اساسية يلا انه قصت انه تعيش قبل 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 شوي قبل بشي جملة اي ما اخدتيني بهاي الجملة نسيت هي دي كان فيه بدي اسألك سؤال مهم كتير والله هلأ اذا تذكرت ورجع سألني لا عن جد بليز والله العظيم بدي اعرف هلأ قدري اسألك والله ما بتذكر شو كنتي عم بتقولي بس رجعي يذكريني بس هيك عسري انه هلأ هلأ اخر شي قلتلك يكن لا لا مش تبع عيش ومش تبع عيش ومش تبع عيش ان شاء الله تكون اجتماعي قبل دغري عن جد قبل دغري فيه نقطة كان عبالي اسألك عنه نناقشه لانه حصيته شي مهم انتي قلت وحلو يا الله خلاص هيسم خلاص تخطى تخطى بالـ 2023 لازم تتخطى يا هيسم اذا في شي رح عن بيلك اه اوكي عرفت 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 قلت عن البرشر او قلت انك بتكون عم تحطي ضغط زيادة على حالك ايام اذا اذا حطيتي ريزولوشن سؤالي لحضرتك ما بتقضي عزيزتي اه انه ايام الانسان او البشر بحاجة نحط عليهم ضغط يعني انت بحاجة تحطي ضغط على نفسك لتحقق اللي بديك تحقق ايه اني ممكن انت بطبيعة الحال اه يمكن انت حدا مثابر او انا حدا مثابر ما بعرف بس ايام بتحس بخمول او كل انسان بيقطع بخمول وفي ناس بطبيعتهم خمولة يعني ما عندها احلام وطموحات بس ما كتير الى جلادة فما بتحس ان هون ناس لازم تفرض على حالة ضغوطات لتحقق احلام بطبيعة الحال بدي اقلك هاي سمكنت انه بطبيعة الحال حلو انه يكون عنا نوع من براشر معينة بحياتنا كلمال نقدم الافضل وكلمال نضلنا مثابرين بالحياة انما ما بعرف اذا هيدا الجواب صح او غلط او فينا ناخده بعين الاعتبار ما فينا ننسى انه نحنا عايشين ببلد اسمه لبنان وضغوطات الحياة اللي قرادة موجودة ببلدنا كافية ومنى بحاجة لانك تزد لها مور براشر على حياتك يعني نحنا قصة الماء الكهرباء الطرقات انا من يومين غيرت جانت الدولاب لانه نزلت بجورة يعني ماشي طيارتلي على شوية دولابة من محله بس مش الحق على الجورة الحق على اللي ما شافها هيدا انا شعاري للسنة الجديدة لا هو ما لازم يكون اصلا في جورة بالطرقات يعني بس انه انه انيوي انا هيدا شعاري على نطاق اعمق شوي غنوة انه مش الحق على الجورة اللي بتعيشيها بحياتك الحق على اللي ما شافها للجورة لانه بعتقد بتلاتين سنة بحياتك قطعتي بكتير جور نزلتي بكتير جور وبعدك ايام بتصري انك تكوعي وتروحي وتروحي مباشرة على الجورة وتنزلي فيها ترجعي تقولي كانت جورة غرامي انا هيدا الشي غرامي ببقى شيفتها يعني شيفتها عم تندهلي وعم بتقلي زيحي عني زيحي عني يا غنوة يا قلبي لانه اذا نزلتي فيها رح تكسري حالي بس لا غنوة بتحب تجربة انها تنزل بالجورة وانها تعيش اي انا شو بنيشن عليها وبروح ثوبة وبنزل فيها وبستمتع بالجورة فيا غنوة وياللي متل غنوة بيحبه وبيستمتعه انه يشوفه الجورة وينزلوا فيها وعم نحكي عن جورة الحياة مش عن جورة الطريق صار الوقت باعتقد تزيحه عن الجورة وتقوله لا لا احنا نزلين قبلك بجور كتار وما رح نوقع بالجورة كمان مرة الموضوع الثاني هيسان بديك كمان تختار رقم بين واحد واثنين حياتي بس ما هلأ قلت تلاتي خلص خلو موضوعين بين واحد واثنين شو ما اخترت رح تقولي الموضوع اللي بديك ياه واحد اوكي اعطيني واحد رح اترك اخر موضوع لاخر الحلقة اللي انا حبته كتير هيدا كرميل جامعة اول شي بمثور يدلون عم يسمعونا للاخر لانه عن جد الموضوع الاخير رح يكون كتير بالنسبة لإلي حلو وعميق رح نحكي شوي هيسم عن الضغط الاجتماعي الضغط الاجتماعي لما قللك ضغط اجتماعي رح اعطيك ايجزامبل مارسي لانك قلتلي انه مبروك انه صرت خالتو بايدو قلتلك عفكرة بعتقد انا اول واحد قلتلك مبروك صرت خالتو بس هلأ على اول شي بمثور ما قلتلي اه اوكي لا على اول شي اه شفت انك انت بديك علاقتنا تكون مقتصري على اول شي بمثور بعتقد انا اول حدا شاف البلون وقاللك مبروك يا خالتو ان شاء الله الف مبروك يعني ان شاء الله بتعيش بعزكم وان شاء الله بتشوف ايام حلوة ياسمينة تاني شو ياسمينة مضبوط ياسمينة ياسمينة كلمة لارجع بس رانية ريم رانية صح اخته الكبير ران اخته الكبير اخته الكبير قلتلك عم بعطيك اكزامل تقولك انه رانية رانية ولدي توريم حامل هلأ فكتير هيدا هلأ ضغط الاجتماعية تبعي يلا خنوا انه يلا انه جيب بدهرون كمان بعد شي ولد انه ثلاثتكم تصيروا حابيلة هيدا عم بعطيك اكزامل انه ما في كتير ضغوطات اجتماعية ان كان انه يلا عقبالك يلا تجوزوا يلا 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 انت بالالفين وثلاثة وعشرين كيف رح تتعامل مع الضغط الاجتماعي انا بظن بعتقد هايسم انه ما تقول لي لا بس انه الكل وراك انه يلا ايما تبدنا نفرح فيك لا تعقيبا على كلامك انا وصلني مبارح من اكتر من ثلاثين حدا يمكن نفس الصورة هي درجة شكلها بس انه بعطوليها كلهم على واتساب بدي اصدقاء جديد لانه القدماء عم يلعبوا مع ولادهم انا بدي خبرك شغلة لترلي حرفيا حرفيا عندي شخص واحد بعده بحياتي مثلي مثله سنجل انسان وحيد من هيك السيركل اذا بديك تبعي كل الناس التانيين يلي هنه اصحاب الطفولة تبعي اصحابي والكازنز تبعي كلهم شوزوا هنو كلهم يعني مش انه في حدا مثلا انه لا لا واللي ما تجوز هلا عارسوا هاي الصيفية يعني هالقد ف طب لما انت تسمع او لما تشوف انه كل العالم عم تتزوج ويصير في عندك نوعا ما ضغط اجتماعي يقولولك هيسم اي متى رح نفرح فيك انه هيسم ما في حدا بحياتك هيسم شو ناطر صار عمرك ثلاثين سنة انه اي متى ناوي كيف تتعامل مع الموضوع هلأ عم نحكي عن الزواج انه ما في كتير مواضيع اخرى بس الزواج شو جوابك بيكون عادة انا ضغطي ضغطي بيجي على زواج يعني ضغط الناس بيجي على زواج انه انت بيجي على بوبو انا بيجي على زواج شوفي قبل احتراما يعني لهيك انه كنت اخذها بمزح كنت قلهم انه لا ما بدي بدي اتطمن على كل اصحابي وكل ولاد خالاتي بدي ارقسلهم بعرسهم بعضهم بس انه هلأ يعني فعليا وحرفيا رأست بعرسل كلهم يعني ما عاش عندي هالحج جنسية بدي ضاعت فصرت اضحك يعني انه ايه يقضى ان شاء الله وإيه صار وقته وإيه صار بده وكذا لحتى انه ساير ولا شك انه الضغط سائل يعني لا شك انه هلأ بنخذها بمزح بس عن جد عن جد ايام يعني ما قلي جلاد تبع انه بس روح هني حدا انه عقبالك ويلا ووين صارت وفي حدا ولايش لأ ولايش بعدك مأخر وقديه صاروا ثلاثين لأ صار لازم وصار وقته انه ما بحبهم بس انه بتضطر تساير ايام الناس على يمكن انت شوي بتجاوبي اكتر يعني انا بحسك اذا حدا قالك وين البوب ومعقول تجاوبي بس انه انا لأ انا باخد ايه انا باخد اكتر على انه انه يلا ان شاء الله خير وآه ويلا قريبا وبإذن الله بس انا شخصيا كشخص كفرد يعني اذا مش موجودين هون الناس بحياتي هون طبعا انه صاروا ثلاثين صار لازم بتفكر انا شخصيا عن جد عن جد ما بفكر بالموضوع مش ما بفكر الموضوع يعني ما بيعنيلي الموضوع هلأ مش عم بقلك انه هني حرفيا كلهم صار عندهم ولاد ومجوزين بلعب لهم ولادون لا اذا بتشوفي يعني صور ولادون على التليفون اكتر من صورهم صاروا فانه مبسوط بفكرة انه في عندهم ولاد بس مش يعني انا حاسس انه يا الله لاش انا لا انا شخصيا بس بالاجمال انت كيف تنصح العالم تتعامل مع الضغط ضغط المجتمع او بحيالها موضوع ان كان الزواج ان كان الولاد ان كان الشغل ان كان حيالها رأي كيف تنصحهم يتعاملوا مع الموضوع يوجهو يسكتوا يقولون اي اوكي او انه لانه ايام ضغط ضغط المجتمع عن جات بيأثر سلبيا على حياتنا يعني جدا 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 بس انا برأيي الخاص ما بعرف اذا هو رأيي علمي مضبوط يعني بتاعد تسأليني اسئلة بتحسيني انه عندي امتحان انا برأيي الخاص لما يعنيلك ضئية برد اسم الله اسم الله صورة عم فرجي صورة بنت اختي ما شاء الله علي يا الله ميم تشبه او ما منعرف بعد لكن هلأ ما منعرف عن جات بعض ما منبين اسم الله انه عمره كم يوم يعني الله يعطيها ايام حلوة بلاشت تحس بي بايمة الخالتو او بعد انا قلتلك احلى شيء ايه صراحة انا احلى شيء بالحيات لما صرت خاله يعني انا صرت خاله خمس مرات بس انه كل مرة بعد احلى من مرة فحلو الاحساس وبكرة بس تكبر شوي يعني بظلني سردتا فيها عم بتطلع بملامحها بالديتيلز تابعة يعني كانت ويت انه بس هيك تكبر وتصير تعرفنا لعن جد الا انه قديش انا ايول بي هر فيفريت خالتو عن جد قدي انا كول قدي رحتوا مبسط انه انا خالتها ما متفروض قد مولاد اخواتي مقصدين انا خالهم انيوي اللي كنت عم قللك يا انا شخصي ركزي معي بس شوي وتركي الصورة معك انا معك اللي كنت عم قللك يا على الحلو والمرة تقبريني عن ضغط المجتمع او ضغط الناس اللي عم بنواجه انا برأيي وما بعرف اذا هيدا الشي علمي برجع بقللك باعتقد انه بس يأثر فيك موضوع معين عم يحكوه الناس فعليا وباللاواعي طبعك هو بيعنيلك اليك كمان يعني انت كمان زياجك يعني مثلا مثلا انا هلأ اذا قلتلك يالله امتى بك جيبي لنا بوبو اذا ما دايقك الموضوع دايقك اني حكيت بس انه ما دايقك الموضوع واخدتيه وقطعته يعني انت كمان من جوا ما قتنعه انه هيدا الشي انا بديه انه مش هلأ اجيب بوبو ببساطة بس يمكن اذا قلتلك مثلا شو بيعرفني ولكن خلص كغنوة قصي لشعرك ليش اكتركتي خلص قصي شعرك قصي شعرك قصي شعرك اذا زعجتي انا بعتبر من جوا جوا انت لانه زعجك شعرك مش حاببتي انت واجه هيدا الحكي فوق فوق اللاواعي طبعك يلي هو انه انت مزعوجة عم بيزيد عليك وكأنه عم بيجعي ذكريك فانا بحس ما فيه يكون بس بس ما فيه يكون انه زعجني بس لانه بالنسبة لألي مخصن لا اكيد اكيد دايما فيه يزعجي لانه مخصن بس انه ازعج انه مخصن هيدا الازعاج طبعا لابو خمس دقاي انه بس العامة اسألهم خلص خلص خلصي تكفيت نهاريك بس انه انك تضلك تفكري بيشو حكو هيدا الشي معناته انت مش واسقة من الشي اللي ياخدتي او القرار اللي ياخدتي يعني انا اذا قالولي من هلأ لبعد عشر سنين لقدام ولك يلا هم ليش بعد ما تجوزت انا شخصيا لانه ما بدي الفكرة براسي مثلا اوكي رح انزعج انه عم يحكو وخلص انه عم سير وانه يحكو بس مش عم مش عم نام كل الليل انا عم فكر انه يا الله معه انحق او بركي معه انحق ليش مش عم بتجوز يا الله معقول هني عم بنقول لانه انا غلط هيدا ما رحقوله الا اذا انا من جو في ضياع اذا انا قراري مظبوط او مش مظبوط وانتي نفس الشي انتي لو يعني فيكي ما تنامي الليل من حكيهم او من الضغط طبعهم اذا انتي من جو حاسي انه ايه بركي لازم جيب بوب وبركي تأخرت بركي مش لازم كنت تأخر هالقد عم تفهم يا قصدي بس لانك مأكدة انه انا هيدا البدي اياه عم بيكون ازعاجك بس انه انه ليش انه مخص شو تقوله انه ندخل بس مش انه حكيهم تعد تفكري فيه قدي مظبوط قدي لا قدي موحب اي 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 فهمت عليك فهمت عليك بس بعتقد كمان بتفرق من شخص لشخص لانه كل واحد بعيش الضغط الاجتماعي بطريقة معينة في عالم حتى بتتأثر كتير يعني بيصيروا اشخاص غير اجتماعيين بيصيروا بيصيروا عايشين نوع من من ديبراشن من ورا هال ضغط المجتمع ان احنا عطينا اجزامبل الزواج والبيبيات انما في عالم عم بيعيشوا ضغط اجتماعي مختلف واقسى وحسب اكيد البلد اللي هني عايشين فيه المجتمع اللي هني عايشين فيه انا اللي بس بختم هيدا الموضوع بالذات اللي بدي لكم يا انه ضغط المجتمع او المجتمع رح يضلوا موجود بحياتنا انما عن جد انا وصلت الله بتمنى انكن توصلوا لوصلت الله عالتسعة وعشرين ما بعرف اذا هيدا هالعمر بيفرق انما انا عن جد على التسعة وعشرين قررت عيش لنفسي ما يهمني حكي المجتمع ما يهمني شو بيحكي اصلا المجتمع او حتى رأيه بحياتي للمجتمع لانه انا بالنسبة لقلي قلنيها وذكرنيها قبل باول شي بانسوار انه ما حدا احسن من حدا يعني يمكن هلا يقولولي انت يلا ليه ما عم بتجيب بيبيات او ما عم بتجيب بيبيات انما اذا هن بيطلعوا على حياتهم يمكن هن كمان اذا انا بدي اطلع على حياتهم او ادخل من خارب حياتهم يمكن فيني قللهم ليه ما بتعملوا هيك ليه ما بتعملوا هيك بس انه انا ما دخلني هاي حياتهم هن حرين فيها دائما الموضوع الاخير بس لحظة لحظة حتى ما نبين ان احنا كمان مفصولين عن الناس اكيد بيأثر علينا بطغط اكيد اكيد يعني مش انه ما بيأثر علينا بمعنى انه انه حيالله حكي وقطع ونحنا اللي انه قوية وكذا لا اكيد بيأثر علينا واكيد منفكر فيها شوي بس برجع انا لفكرة معيك حق انت يمكن هيدا ما فينا نعممها لانه كل حدا بيفكر شي بس منرجع لفكرة انه اللي اللي عنيله الموضوع كتير رح يعنيله اكتر حكي الناس اكتر من غيره بس انه برضو ضغط الاجتماعي هو شي ما قلو لزوم وهيدا حكين فيه قبل انه كل حدا يخلي منخاره بحياته لقلو لانه ما حدا خصه بحياة التانية فيه يعطيه نصيحة فيه يحكي اي شي تفضلي انا مسامة مع ولاد هو دي البنتان هو البنتان كل وحدة من حدا لا وكل وحدة من حدا وحدة من رفيقتي my best friend وحدة من رفيقي my best friend ما خصهم ببعض يا الله فيه اهضم مننا انت بتحب لولاد بيذو وي لا لا انا مغروم بالولاد بس بتحبي يكون عندك ولاد من لحمك ودمك او انه بتنبسط بولاد اخواتك اصحابك لا اكيد هلأ كل الانسان بحس بيحب يكون عنده ولاد من لحم ودم وبعتقد يعني انه حلو تشوفي ولد من لحمك ودم لا فيه عالم ما بيهمن اه لا انا بحب اكيد بحب كتير كمان بس انه لا لا اهود الولاد تحديدا يعني هني ولاد اصحابك الكتير قراب ولاد اخواتي بعوضولي كتير لانه انا بحب الولاد كولاد اصلا يعني ككائن اللي هو الولد كتير بحبه يعني كتير بحسوا هيك حدا نضيف انوسان شو بيقوله انوسان بالعربي بريء يا حبيبتي بريء بريء منعتزر على عن جد عن جد عن جد يلا بسرعة الموضوع التالت رقم اثنين الموضوع التالت والأخير رح يصلك عن جد مثل ما كتبته بالنوتس عندي عن جد كتير حلو هيدا السؤال السؤال بيقول هل لما الشخص يعرف امتك بعد فوات الاوان بيشفي غليلك واو شو يعني يعني لا تساي انت كان في شخص بحياتك ان كان صديق او حبيب شاءة الظروف انه تبطله بحياة بعض شاءة الظروف انه يصير في مشاكل بين بعض او بطلته اصحاب انما بعد سنين هالشخص عرف امتك عرف شو كان هيسم بحياته هل بيشفيلك غليلك بعد سنين انه يكون عارف امتك او كنت بتتمنى لو عارف امتك وقت ما كنتوا عن جد اصحاب هلا منكون عم نكذب ومثاليين اذا قلنا انه لا وعادي وما بدنا الشر لحد مش انه الشر هيدا بس هيدا هيك الشر الجرائم صغيرة هيدا هيدا شي هيك لذيذ صغير لانه اين بلق اكيد حلو تحس انه الشخص يلي خسرك مش خسرتي رجع بالاخر عرف خسارته يعني فهم حجم خسارته اكيد شي حلو بيشفي الغليل اكيد هلا اكيد احلى انه يكون بيعرفه معك او هو ورفيقك او موجود بحياتك او شريكك او whatever بس كمان بركي بيشفي الغليل اكتر هو انه فل وقتنع بالفلة وفكر حاله انه مأكد من الفلة ومأكد شو بيعرف وشو ما بيعرف وقداه بيعرفك وفجأة ترجع يتكتشفي او يرجع يحكيك انه كل شي انت كان ببالك وهو ما كان فهمانه وفهمه هلأ وبعد فوات القوان وبطل ينفع شي وما فيه رجعة فهيدا الشي اكيد بيشفي انه سوري على الوجع وعلى القلم بس انه حلو ما بتحبي انت بتحبي هالشي اكيد لمعت عيوني انا انا اكيد هيدا الشي بيشفيلي غليلي انا انا قطعت بكتير قصص بحياتي وصلت هالاشخاص اللي ظهرت من حياتي انه عن جد يعرفوا امتر بعد فوات القوان اكيد فيها هيك من جوا انه خدوا انه اه انتو خسرتوا غنوة وغنوة ياريتكن عرفتوا ايه متى لما كانت بحياتكن بس بقول ما بعرف ليش يعني بينشفها غليلي انما بزيت الوقت بحزن انه انا هول الاشخاص اللي تساي كنت عن جد بحاجة لقلهم بحياتي او كنت عن جد بحبهم يكونوا بحياتي انما هن بسبب تصرفاتهم بسبب ما بعرف عقلاتهم قرروا انه لأ مش عم بيعرفوا ايه متى غنوة فانه خلينا نشيلها من حياتنا ويكتشفوا بعدين انه لأ ما كان لازم نشيل غنوة من حياتنا مية بالمية لأ كتير حلو تأسئ انت ايام بيقطع عبالك قصص او بيقطع عبالك افكار معينة عن اشخاص معينة بتقولي يارات فيني قولن يارات فيني طلعن وخبر الناس هالتفاصيل وهي القصص وبارك الوقت بيخبرهم في ناس بتموت وانت بتموت يمكن وما بيعرفوا او ما بتوصلهم هالفكرة وفي ناس بتوصلهم الفكرة كتير بكير هني ومعك وهذا الشي كتير حلو وفي ناس بتوصلهم مؤخرة بعد ما يكونوا اخذوا ارار الفلة فهو الناس سبع ارار الفلة واسموا ارار الفلة يعني هني جماعة ارروا جماعة قعدوا بالليل ناموا بعطوا ميسج وتقفرت وعطوا تنيوم قالولك اخذوا ارار الفلة هؤو الناس تحديدا للنهار يلي بيعوا فيه او بارك ما بيناموا اصلا لانهن وصلت لهم الفكرة مؤخرة الكونكشن تبعهم هلق لا قطيت وفهموا هؤو الناس حلو انهم يعرفوا لانهم اكيد بيقرار فلتهم زعجوك وانا عم بحكي الناس بيعنولك مش انه الناس هيك بحياتك فلانه قرار فلتهم زعجك بوقت وكان محسسهم انه خلاص تشل غنوة انه انه مناح انه صفاء انه شو هني عرفت قصدي هني كانوا مناح بهديك الفترة وانت اللي انزعجتي حلو هني ينزعجوا لما انت صرت منيحة صراحة في شخص في شخص بحياتك هيسمر عطيته لكتير وقدمتله لكتير وفرجيته كتير وضحيت كرماله كتير ومعرف ما عرف ايمتك يعني لما قللك عطيته كتير انه عملت عن جد افورت كرمال هيدا الشخص يضله بحياتك انما هو ما عرف ايمتك طبعا في ناس بعدني اللي هلأ بعملها في ناس بعدني اللي هلأ عم بعمل افور معن وانا بعرف انه يعني عم شد بايد ميت فيها العصب يعني هيك هذا ليه عناياها هيدا انا كنت عم بحكي فيها مع احد اصدقائي انه ليه في اشخاص منعرفهم انه they are not worth the effort يت منظلنا متمسكين فيهم بحياتنا لانه هيدا نحنا لانه يمكن بكتير مواقف بالحياة ما بتعامل الناس متل ما هي بتعامل الناس متل ما انت مش متل مواقف باركي باغلب المواقف انحنا منعامل الناس مش حسب شو هي بتستاهل بنفس الكمية بس بس لانه انا هالقد بحب وهالقد بحب اني اهتم بها الكمية انا بغض النظر عن الشخص اللي مقبيله فيمكن كرميل هيك في ناس بحياتنا ما بيستاهلوا حتى تطليعها ونحنا بعدنا لليوم عم نعمل افور بانه نخليهم موجودين بحياتنا رغم كل شي ونسكت ايام ونحنا اللي لازم نبرم ظهرنا ونفل بس هيدا الشي اللي حتخبرك حسيستي اللي حتخبروا لنقلون اذا عم يسمعوا وازع عرفوا حالون مش اشخاصي بس كل الاشخاص اللي عم يسمعونا اللي هيك بالحياة هيدا الشي مش دايم هيدا الشي مش رايح للخلود يعني هيدا الشي بيجي نهار وبيخلص ولما يخلص صدقوني وخصوصي من الناس يلي هالقد بتعطي وهالقد بتعطي ما بتسأل هيدا الناس تحديدا لما عن جد تقرر تبرم ظهرة وتفل يعني عن جد برمت ظهرة وفلت يعني ما في كونترول زد فعلا يعني ما في alt control delete يعني ما في undo ما في شي يعني برمت ظهرة وفلت وصدقوني لما هول الأشخاص عن جد يعني صعب كتير وصل لأنا بس عن جد أنا من الأشخاص إذا وصلت لمرحلة بدي شيل شخص من حياتي عن جد بيكون قطع معي بكل المراحل وعطيته فرصة واثنين وثلاثة وجربت اتركه 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 انما خلص طلبيت صار وصل لمرحلة انه غنوة ما بقى عندها شي أصلا تقدمه تعطيه تسبته ترج كل شي بيكون قطع فغنوة لما تبرم ظهرة يا جايز وأنا بارمي ظهرة يمكن هلأ بحياتي يمكن على شخصين ثلاثة بس صدقوني هول الأشخاص بالذات ما بقى بفكر مرتين إذا برجعهم على خلص خلص عطيتهم كل شي تركت لهم مجال انسى البنسة يفوفي فعلا هيك عن جد يعني بس يلي بدي قوله انه نحنا ناس طيبين نحنا ناس كتير مناح نحنا ناس كتير كتير هيسم كتير يعني ما بقى فيني أعمل حلقات من أول شي بمثور قللهم للعالم قدى أنا منيحة وقدى طيبة وقدى بعدنا بكل هوا بس فعلا أنا كتير منيحة كتير أنا كتير منيحة كتير فنحنا بس يلي بدي يقوله نحنا ناس كتير طيبين نحنا ناس كتير منح نحنا ناس بنعطي بلا ما نسأل نحنا ناس منعرف أنه في أشخاص منعطيهم أكتر بكتير ما بيستاهلوا وبعدنا منعطيهم لأنه هيك نحنا وهيك تربينا وهيك هالقد نحنا منحب بس حذارة وانتبهوا من كلمة حذارة أنه نحنا لما حدا يكون أخدنا فور جرانتد أو إذا بديك مستسهل وجودنا بحياته وإذا في حدا عم بينام عم خديته بالليل وعم بيقول أنه يلا شو ما عملنا وقدما ما ردينا وقدما حكينا هيدا شخص موجود موجود رح يحبنا رح يحبنا صدقوني نحنا ناس على قدمة طيبين على قدمة رح يوجع فلتنا بالآخر مش عم هدد مش عمقول مش عمقول أنه نحنا يعني يا لطيف لا عادي نحنا أشخاص طبيعيين أعطعين بحياتكم بس أنتو اليوم يمكن ما بتعرفوا إيمة هالأشخاص بحياتكم وهلأ عم بتسأل نحنا ما عمقول بس أنا وغنوة بس أنه في أشخاص أنتو مش عارفين إيمتها بحياتكم بس يجي نهار ويفلوا من حياتكم رح تلاحظوا قدى كان وجودهم مهم قدى كانوا معبيين محل كتير كبير وقدى كتير صعب إنكم تجيبوا ناس هلأدي يحبوكن وهلأدي يهتموا لكم مثلهم فقدروا وجود هالناس قبل فوات الأوان لأنه صدقوني لما يبرموا دهرهم ويفلوا ما رح يكون في رجعة لهذه النقطة ورح يكون الندم كتير وأي كلمة حب لا 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 ندم حياتي كلنا ندم معك إنت عدم أنا وإنت صرنا صرنا إنت إيه أغراب لا لا في غنيه بتعبر أكتر بعتقد عن هالموضوع يلي بتقول شو أيها دخليك ما شو لامين طب خلص إلا عبها ولا تذكر الغنية جايز أنا شو بدي أقل لهم خلص إنه بديك بس تذكر الغنية في حدا بدنا ما منقدر ننسى لو شو معين سوري هالغنية بتناقد معلم معلم هالغنية بتناقد كل شي حكيني صح لا أنا عم بغى شي كمين عن الندم بس نشيت شو هي عن الندم طب تعرف أتليست اسم الفنان لا يا دنيا ما في عدن ما خاصة كمين حقا لا ندم فيها كلمتنا دا فيها أو ندمان أو أو راجع راجع ندمان طب خلص هيسام خلص شو بدي إلا ما عندي كشي تنهي خلص ما تذكرت لا خلص بدنا نختتم الحلقة طيب يلا اوكي اختتمي thank you so much guys مثل كل أسبوع عم تسمعونا في اوكي اكتشفت اكتشفت يا الله يلا شو اكتشفت هي نفس الغنية بس غير بقطع بس هلأ راجع ندمان هلأ ندمك فينفعني بدك يا نرجع رجع لعمري الضياء عمر الضياء اه عن جد عن جد دي ضيعت دي ضيعت وقتنا مع عالم ما كانوا بيستحقوا انما الحياة هي كينية عن مدرسة منتعلم منها على أمل انه ما بقى تعلمنا كتير قصص لانه شبعنا دروس بالحياة شبعنا نفوت بجور و نتعلم الدرس بطريقة صعبة thank you so much guys سنة جديدة عم بتبلش هيدا الأسبوع وانشالله يا رب نظلنا معكم طيلة هيدا السنة بعد يمكن رح يلحقنا حلقة أو حلقتين أنا وبعدنا ببيروت إنما من بعدها رح انتقل على دبي ونصر نعمل حلقتنا أنا وبي دبي thank you هيسم لوجودك بحياتي بحيات كل جماعة أول شي بونصور ملتقينا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة 3 2 1 واحد باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر